فمشاء الله احنا عندنا مجموعة كبيرة في النديعي طيب هنروح بقى للويندو بتاعة منتخب مصر وهو الاهم وهي الحاجة اللي احنا منتظرينها بفارغ الصبر طيب مين مجموعتنا يا كابتن هيسم؟ مجموعتنا كينيا السنغال مصر الكونغو بالترتيب كده كينيا السنغال مصر الكونغو هتقول يا كابتن الله طب ما هم السنغال بس هي اقوى فرقة انا بس عايز اقول لحضراتكم ان كينيا اخر مباراة لنا كسبانة كسبت كسبة منتخب مصر والكونغو اخر مباراة لها مع مصر كسبتنا وانا ما بقللش انا بقول لكم منافس قوي حجم التحدي صعب طيب ايه الوضع هنروح نلعب ويندو في السنغال وعلى فكرة مش بس المجموعة دي وفي مجموعة تانية هتروح تلعب الويندو بتاعتها تاني غالبا اللي هي كودفور وانجولا وافريقا الوسطى وغينيا لان احنا في الاخر هنضم على بعض فمجموعتنا تاني كينيا السنغال مصر الكونغو السنغال قبل نهاية افريقيا وانت مغمت كده على طول اللي فات النهاية كان كودفور وكان تونس واللي فازت تونس وتقريبا كودفور اقصت السنغال السنغال عندها مجموعة من اللعيبة السنغال عندها مجموعة من اللعيبة بتلعب في اوروبا برشلونة وغيره وغيره عندهم لاعب بيلعب في الان باي حلو طيب احنا مطالب مننا ايه مطالب مننا العادي مطالب منك ان انت تاخد اول او تاني او تالت يعني اربعة هيتقاهل تلاتة هتقول لي طب ما السكة سهلة يا كابتل لا مش سهلة خالص ليه بقى انت لو تأهلت بتتأهل بنقطك مش بكروسات لو كروسات كان الموضوع يبقى سهل قوي ولكن انت بتتأهل بنقطك يعني الاول هيتقاهل بالعلامة الكاملة التاني هيبقى ناقص علامة عشان يبقى خسر من الاول والتالت هيبقى تأهل لانه خسر من الاول والتاني هترد على مين بقى هتروح على المجموعة التانية تلاقي لك منها تلاتة هتلاقي بالتلاتة التانية مين بقى التلاتة التانية المجموعة التانية كوديفور تاني افريقيا انجولا وما ادراك ما انجولا افريقيا الوسطى وما ادراك ما افريقيا الوسطى وغينيا يمكن غينيا اسهلهم ولكن غينيا اللي احنا بنقول اسهلهم وصلت دور الستاشر في افريقيا اللي فاتت واحنا موصلناش او يعني وصل دور الستاشر غينية اللي احنا بنقول اسهل فريق دلوقتي اللي مسكها زلكو المدرب السربي اللي كان مسك منتخب مصر ساعة الفين واثنين وانا اتمرنت معاه ولعبت معاه بطولة عربية زلكو نجح ان يتقاهل بغينية للمرة الاولى في تاريخها لدور الستاشر واحنا اتأهلنا واتقابلنا انجولا وللأسف خرجنا بطول افريقيا واحتلنا المركز الحدوشر اذا تاني المهمة والتحدي صعب احنا هنطلع من المجموعة فردا انا توقع البئذنك يا رب اللي هيطلع من المجموعتنا السنغال اول مصر وكنيا بقى ان شاء الله مصر تاني كنيا ممكن تبقى تالي كنيا وكنغو اللي هيطلع منهم بقى نشوف مين اللي هيكسب مينة ده بس ان شاء الله ربنا يكرمنا في الويندو الاونان المزنوقة لما نطلع احنا مطالب منا ان احنا ناخد اول او تاني عشان نسهل المهمة علينا طيب لما نطلع احنا الستة هياخدوا كم واحد هياخدوا اتنين بس يا خبر ربيت اه زي ما اقول لكم اتنين وافضل تالت يا جماعة هيخش بس هتخش مع المجموعة تانية يعني انت مثلا التالت في المجموعة التانية جايب مثلا عشر نقاط انت التالت في مجموعة تجمعت 11 نقطة هياخدوك انت عشان تتقاهل خمس فرق بطول او كأس العالم انتو خدتوا بالكوا يا جماعة يعني الموضوع تحدي صعب جدا انت محتاج انت اول او تاني خلي بالك المجموعة اللي جاي لك من ناحية تانية يبقى فيها اول ومجموعتك طلع منها برضو اول فانت لو دخدت تاني الموضوع بقى صعب جدا انت عشان تخش الدول اللي بعد كده وانت زي ما بيقوله حطت في بطنك بطيخة صيفي لازم تاخد اول ومطالب منك تكسب السنغال في السنغال الويندو اللي جاي طيب ايه التحدي الصعب الراجل استلم المهمة من يومين يعني من اول فبراير يعني المهمة عنده شهر في الوقت اللي هو داخل نص الشهر باربع خمس لعيبة من قوة المنتخب اللي من نادي الزمالك مش معه المهمة صعبة صعبة طب نقدر نقدر المصريين دايما بتحطوا في المواقف الصعبة وبيسدوا اكبر دي ليه على ذلك منتخب كرة القدم دايما منتخب كرة القدم بتحط ويسد بالرغم انه تعثر في الايه في البداية ولكن بعد كده اداءه اتحسن وشفنا اداء رجولي نهاياتا طبعا بمبارات المغرب طبعا للاسعادتنا كلنا ونتمنى لهم التوفيق بالمناسبة بكرة ان شاء الله يبقى دي تصفيات يعني حكيت لكم يعني بالتفاصيل منتخب مصر عنده ايه والدنيا راحة ازاي تاني يعني لو الناس بتسمعنا او اللعيبة مهم جدا نروح بالمنتالة نكسب السنغال هناك احنا راحين نكسب السنغال هناك مش صعب مش صعب ملعبها طيب الويندو التانية هتبقى امتالة احنا نلعب اتنين ويندو الويندو التانية ما تحددتش ممكن تتلاقي فين بنسبة كبيرة جدا هتتلاقي فيه تونس يا اما رواندا مصر طلب استضافتها بس اشك انها ممكن تيجي مصر لان مصر خدت السنة اللي فاتت او التصفيات اللي فاتت ويندو على ارضها طب هل الويندو تتعامل من الاربع او البلد المستضيفة بتستضيف يعني مثلا الاربع دول اللي هما كنيا سنغال مصر كونغو لازم دولة من دول اللي تصديف الويندو لا مش شرط ممكن نلعب في تونس ممكن نلعب في رواندا اللي هي اصلا مش موجودة لان احنا معنا مجموعة تانية احنا بروح نلعب مجموعتين بيلعبوا كل مجموعة مطشطها غير التانية والصعب في الموضوع ده هو ان انت تلت مطشط واربعة يعني عندنا خمسة وعشرين ستة عشر سبعة وعشرين المباريات تلت مباريات واربعة يعني اللي هيتعب او هيجيله شاد او هيجهد زي ما انتم شايفين مطشط الكورة بيلعبوا مطش كل اربعة خمس تيام هنا لا هنا بنلعب كل يوم عشان كده اتحاد السلة لجأ للبلاي اوف او ان انت بتلعب مباريتين واربعة بتاخد يوم راحة بتلعب مباريتين واربعة ولو في مبارية فصيلة بتاخد يوم راحة يعني اضطر يعمل بس ارجع واقول حاجة احنا كنا زي ما بنلعب دورات المجمعة لازم نرجع تاني لدورات المجمعة لان واضح ان الويندو هي دورة مجمعة لازم تتعود ان انت تلعب 3 مطشط هنا ببلدة 3 مطشط جامدين انما البلاي اوف بيديلك ماكسيمان مطشين واربعة وساعات ما بيدهم لك بتلعب مطش لو ما في الاول بتلعب مطش وراحة يوم انما الدورات المجمعة اللي كنا بنلعب احنا زمان كنا بنلعب 3 مطشط راحة يوم واكيدا اللي عم مطشين الدورات المجمعة اصبحت هي اللي بتتماشى مع نظام مسابقات الاتحاد الافريقيا فلازم الاتحاد هنا ياخد باله اللي جاي كان مفروض من سنتين نستعد لده ان احنا نعمل نظام الدوري كومباتابول او متماشي مع نظام مسابقات بطولة افريقيا